أهلا بحضرتكم مرة تانية في نشاط مكثف للسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة العشرين بالعاصمة الهندية وعقد سيادته عدد من اللقاءات الجانبية السياسية والدبلوماسية مع عدد كبير من القادة والزعماء المشاركين في القمة وكلمنا عن بعض منهم وخلينا أقول أنه فيه كمان لقاءات جانبية مع طبعا رئيس فوميو أو رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء الياباني وسيرل رمفوضة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وعطمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر ورئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية بكل تأكيد تفاصيل هذه اللقاءات السنائية والأحاديث الجانبية التي دارت ما بين رئيس عدد من القادة والزعماء سواء رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء المنظمات الدولية بالإضافة أيضا إلى نشاط السيدة الرئيس خلال هذه القمة وكلمته ومتابعة لفعاليات هذه القمة عايزين نتكلم عن كل هذه الأمور خلال مشاركة رئيس في قمة مجموعة العشرين طبعا هيشرح لنا كل هذه الأمور بالتفصيل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد ناجي أمحا رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية لمنورنا يا أستاذ أحمد صباح الخير صباح خير أستاذ محمد صباح خير أستاذ فسان بكل تأكيد لقاءات سنائية كثيرة أقض السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين لكن في البداية نتكلم عن دلالة وجود مصر ودعوة مصر للحضور في هذه القمة كضيف شرف ديبلوماسية مصرية نشطة جدا يمكن أن تكون تشايف من أقل من أسبوعين قبول مصر قاعده في البريكس النهاردة مصر بتلبي دعوة رئيس الوزراء الهندي لحضور قمة مجموعة العشرين خصوصية للعلاقات المصرية الهندية أنت بتتكلم عن أن دي تاني زيارة في نفس السنة لفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الهند زيارة الفتة كانت في يناير الماضي وكانت مصر الدولة الوحيدة المدعوة لحضور احتفالات الهند بأحدها قومي زيارة تالية لرئيس الوزراء الهندي إلى الدولة المصرية في شهر يوليو الماضي التي تلقى فيها بخامة رئيس الدعوة لحضور هذه القمة التواجد المصري فعال على أرض الدبلوماسية الدولية وعلى أرض المنظمات المعنية بمناقشة اقتصاد العالم في المستقبل هذا التواجد يحمل رؤية مصرية خالصة رؤية مصرية تضع العالم أمام مسؤوليته رئيس السيسي أعرف عن التطلع لأن تصهب القمة في اتخاذ خطوات حاسمة إذا طبعا التحديات التي يواجهها العالم وكلمنا يمكن عن تحديات كثيرة يواجهها العالم دلوقتي سواء أزمة الغذاء العالمية أزمة الفقر أزمة المناخ وغيره وغيره هل نقدر أن نقول أن هذه اللقاءات تهدف إلى توسيع عملية التنمية في كافة المجالات بين مصر والدول المشاركة؟ في البداية خلينا مع الكلمة الاستهلالية لفقامات الرئيس في أمام قمة مجموعة وليستهلها سيادته بتوضيح أن العالم الآن ينبغي أن يتولى مسؤولياته وأننا بصدد مناقشة مستقبل العالم وفقا لنظام متعدد الأطراف كلمة جريئة كلمة قوية يمكن في هذا التجمع لدول العشرين لتأسس سنة 1999 على خلفية الأزمة الاقتصادية للدول الأسيوية عام 98 وتوسع لحضور الرؤساء في عام 2009 تأسيسا على الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم عام 2008 هذه الكلمة لأول مرة تطرح بهذه القوة أمام تجمع عالمي الحديث عن عالم متعدد الأطراف ومناقشة مستقبل هذا العالم والبحث عن استقراره وفقا لمنظومة أو لمنظور يقوم على أبعاد مختلفة الأبعاد دي بتراعي إصلاح الهيكل المالي إصلاح الهيكل البيئي إصلاح الهيكل المجتمعي إصلاح السياسات المالية وفقا لمبادئ تحترم العدالة وبما يحقق المكسب للجميع وأيضا من المهم جدا أن نشير إلى مبدئين أساسيين المسؤولية المشتركة لكل دول العالم ولكن على أساس متباين بمعنى أنه لا ينبغي أن يستمر الجنوب في تحمل تبعات تقدم الشمال والمسؤولية المشتركة تنبغي أن تقوم عن خلال دعم الشمال المتقدم لأولويات الجنوب الأمر الآخر العدالة والإنصاف العدالة والإنصاف مصر تتبنهم كمبدأ رئيسي في الفترة الأخيرة وتطرحهم بقوة حديثا نيابة عن القرى الأفريقية وعن دول الجنوب بصفة عامة في المؤتمرات الدولية وفي المناسبات العالمية يمكن دايما بنلاحظ هذا المصطلح المتكرر من فخامة الرئيس بخصوص العدالة وبخصوص تحقيق المكسب للجميع عظيم كلمة كلمة سيادة رئيس كانت كلمة شاملة وجمعة لكافة التحديات التي تواجه القرى الأفريقية تحدث عن اختلالات نظام المالي العالمي وأيضا أدوار المؤسسات المعنية بالتمويل شايف أدوار مؤسسات تمويل إيه خلال الفترة اللي جاء في أفريقيا طيب أستاذ محمد بس تأسيسا على السؤال السابق لما استكمل الإجابة فيه فضل أن احنا دائما أبدا المشاركات المصرية في مثل هذه القمة أستاذ بسانتي احنا هتكلمنا فيه أكتر من مرة أن الأمر بيتعلق بالمشاركة في القمة الجامعية بالطبع ثم عقد مجموعة من اللقاءات السنائية ثم محاولة تبني صوت أفريقيا من خلال تجمعات تخص تكتل للدول الأفريقية مع الدول الرئيسية المشاركة في أي تجمع على مستوى العالم لما بنطبق ده على الزيارة اللي بتتم للهند في هذه اللحظة طبعا كما تفضلتي أشارتي إلى اللقاءات الجانبية التي عقدت بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات الخاصة مع ممثلي الاتحاد الأوروبي مع السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي مع السيدة أرسولا فاندرلاين رئيس المفاوضية الأوروبية ومع رئيس الوزراء الهندي ناريند رامودي لما بنشوف هذه اللقاءات لابد أن نؤكد على أن مصر لا تنسى تفاعلات دوائرها السنائية مباشرة عبر تأسيس العلاقات وشراكات استراتيجية مع الدول تاني حاجة أن مصر تضع العالم أمام مسؤولياته في كلماتها أمام التجمع الكبير تالت حاجة مصر تدافع عن الحقوق الأفريقية اللي مصر بتتبنيها منذ أن تبوأت رئاسة الاتحاد الأفريقية وبالتنسيق مع الأطراف الأفريقية المختلفة التي تتولى رئاسة الاتحاد خاصة أن مصر بتحضر هذا الاجتماع ممثلة للوكالة التنموية الأفريقية نيباد أو وكالة التنمية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي وده أمر مهم جدا بيخلي مصر بتؤسس للحضرتك بتتكلم عليه إلى البحث مع صندوق النقد الدولي البحث مع البنك الدولي بيعتبرهم من الأطراف الرئيسين المشكلين لمجموعة العشرين بالإضافة إلى البحث مع الاتحاد الأوروبي الشريك الأكبر للقارة الأفريقية لازم الأمور تضع في نصابها اعتبارات عديدة أولا أن القارة الأفريقية تبحث عن الشركة القارة الأفريقية تبحث عن عدالة في تمويل الأنشطة التنموية بها القارة الأفريقية تقدم نموزجا تنمويا تم خلال الفترة الماضية بتتحدث فيها عن ربط على مستوى الاتصالات ربط على مستوى الموصلات تحرير التجارة الأفريقية محاولة إسكاة البنادق المبادرة التي تتبنيها وتدعمها الدولة المصرية دعم قدرات الدول الأفريقية على الحد من التنظيمات المتطرفة والإرهابية إذن أنت تتحدث عن تقديم رؤية مختلفة للقارة الأفريقية يمكن أن تستثمر فيها صندوق الاستثمار الدولي لما بنكلم عن العلاقة مع صندوق النقد والبنك الدولي هنا لابد أن نتوقف أمام فكرة العدالة التي دائما تترحها الدولة المصرية أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إذا كان منوطان بأنهم يبحثوا في عدالة واستقرار الأوضاع في كافة أنحاء العالم فلابد أن توضع قضية استقرار أفريقيا في المقام الأول الديون الأفريقية ينبغي التعامل معها دون منطق مختلف في ظل تدعيات الأزمات الكبيرة نحن نتحدث عن عالم لما سيادة الرئيس يتحدث عن عالم متعدد الأطراف والبحث عن استقرار وده نتيجة تبعات الأزمة الأخيرة سواء في جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية أنت بتتحدث عن عالم بيوعد تشكيل حتى بيانك قمة فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية لم يغلب مصلحة الطرف على طرفه وده يمكن أغضب أطرافا غربية عديدة وأغضب أوكرانيا لكنه تحدث بعقلانية فيما يخص الأزمة ولابد من الالتزام بقواعد القانون الدولي ولابد من الالتزام بمساطر المتحدة من منع تدخل في شؤون الدول الأخرى عبر السلاح منع تدخلات العسكرية كل هذه الأمور بحثا عن السلام والاستقرار في العالم القرى الأفريقية بتحاول أن تقدم نموذجها بالتعاون والاسترشاد مع صندوق النقد الدولي وبنك الدولي للحد من تأثير أزمة الديون على قدرات التنمية في القرى الأفريقية القرى الأفريقية تعاني من أزمة كبيرة في الجزاء تعاني من أزمة كبيرة في التمويل ومن ثم مصر بتطرح كل هذه الأمور وبتقدم نفسها يمكن في خمط رئيس أشار إلى أن نحن نحاول أن نكون مركز عالمي لتجارة وتخزين الحبوب نحن نحاول أن نكون مركز عالمي للطاقة العادلة الخضراء نحن نحاول أن نكون نموذج للاقتصاد العادل في القرى الأفريقية وفي القطار ده برضو بيتم تقديم الدولة المصرية عبر كافة هذه اللقاءات يعني كل اللي نحن نتكلم فيه ده في المناقشات في مكون مصري بيتم خلاله استعراض التجربة التنموية المصرية في السنوات الأخيرة ويضاف لي حمل صوت القرى الأفريقية واستعراض جوانب التنمية التي استطعت مصر بالتعاون مع دول القرى الأفريقية تحقيقها والإنجازات التي تمت في هذا الإطار نحن نتكلم عن يمكن تحديات عالمية مشتركة النهاردة ونحن نتكلم ما فيه دولة خلاص بقت منفصلة عن دولة أخرى في تحدياتها لو نتكلم عن الأزمة الاقتصادية أزمة الغذاء أزمة المناخ وخليني كمان نتكلم عن أزمة اللاجئين يا فندم التطورات الأوضاع في أفريقيا بشكل عام فيه جهود بتبذلها مصر بشكل كبير قوي في العمل على تسويت طبعا الأزمات القائمة بالمنطقة واستضافة مصر العدد كبير قوي من الضيوف خليني أقول إحنا بنسميهم حوالي تسعة مليون ضيف موجودين على أراضي مصرية هل الاستضافة للضيوف ومعاملة الضيوف كأنهم فعلا مواطنين مصريين ده بيثبت قد إيه مصر دولة خليني أقول ليها دور محوري مش بس في المنطقة ولكن كمان في القارة الأفريقية بشكل عام وهل من الممكن مناشة الهجرة الغير الشرعية على أجندة القمة هو بالفعل تم مناشة قضية الهجرة الغير الشرعية مع الأطراف الأوروبية المباشرة في اللقاءات التي جمعت فخمة رئيس مع رئيس المجلس الأوروبي ومع رئيس المفاوضة الأوروبية تم استعراض الجهود التنموية في القارة الأفريقية وتم استعراض كيف أن إحباط هذه الجهود واستمرار الغبن الذي تمتع به فرص دول القارة الأفريقية في التقدم والتنمية كل ده بيمثل أرضها خاصة لعدم الاستقرار وكل ده بيعمل عوامل ضغط من أجل استمرار خروج المواطنين الأفريقية إلى الخارج كلاجئين وفقا للمصطلح الأوروبي والمصطلح العالمي اللي بيتم استخدامه لكن الدولة المصرية هنا بتقدم نموذجا رائدا على مستويين النموذج الأول أن مصر بتتحدث عن فكرة الضيوف وهنا لازم نتفهم الرؤية المصرية في ده ولازم للمواطنين المصريين يدركوا قيمة هذا الوطن الذي يتعامل بشرف في هذه القضية ولم يتاجر في يوم من الأيام بمواطن لجأ إلى أراضي الدولة المصرية ولكن وفقا لقواعد وضوابط أمنية ووفقا لضوابط وقواعد تراعي أبعاد الأمن القومي في إدارة هذا الملف المهم للدولة المصرية تاني حاجة أن الدولة المصرية مساهمة بقوة في الحد من الهجرة غير الشرعية ويمكن مصر بتطرح على الدول الأوروبية أهمية التلاحة بمسؤولياتها في استمرار دعم الجهود التنموية في القرية الأفريقية من أجل الحد من هذه الظاهرة هذه الظاهرة باتت تقلق خاصة إذا طرقنا هذه الدول فريسة للتطرف فريسة للإرهاب كل هذا بيؤدي إلى تنامي فرص الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية وده بيمثل عامل تهديد كبير جدا لدول هذه القرية التي باتت تعاني كثيرا من تفاعلات هذه الهجرات غير الشرعية في الفترات الأخيرة ومن ثم تخفيف الأعباء على دول القرية الأوروبية أمر بيمثل مصالح مشتركة للطرفين للقرية الأفريقية والقرية الأوروبية مصر عندما تتحدث في هذه الملفات تتحدث وفقا لرؤية وتجربة هي بتمارسها على أرض الواقع وتقدم فيها النموذج الرشيد الشريف في التعامل مع أزمة أشقاء في أوطان أفريقية أو أفريقية عربية أو أسيوية أو أسيوية عربية دي مصر بتقول فيها أنها تحمل رسالة لكل المواطنين في كل دول العالم أنه التواجد على الأرض المصرية أمر مرحب به وفقا لقواعدة المعمول بها ووفقا لقواعدة التي تنظم ذلك لاعتبارات الأمن القومي المصري والاعتبارات الأمن المصري المباشر عظيم أستاذ أحمد خلينا نرجع مرة تانية للأزمة الروسية الأوكرانية لأن لها تأثير على كل حاجة حصلت بعدك زي ما حدك ذكرت أنه البعين الختامي والألان الختامي بالأمس خالت تماما من الحديث عن إدانة روسيا بشكل واضح حدك ذكرت أنه ده بيؤكد وقوف كل الدول المشاركة على الحياد من كافة الأطراف ونها تسعى الانهاء بالفعل هذه الحرب لكن لا تتوجه الإدانة دولة على حساب دولة أخرى من انطلاقا من هذا المبدأ وهذا التعامل هل من الممكن طبعا في ظل سعي الغرب طيلة العام الماضي لإقناع الدول النامية بإدانة موسكو بسبب هذه الحرب هل شايف أنه ممكن يؤثر بشكل أو بآخر على طبيعة التعامل خلال الفترة القادمة سيد محمد علشان نتحدث في إشكالية الأزمة الروسية الأوكرانية أو الحرب الروسية على أوكرانيا أو الغازو الروسي الأوكرانيا وفقا لكل المصطلحات المتدولة في الإعلام الدولي وفقا لكل المواقف لازم نقف على السردية السردية الروسية في مقابل السردية الغربية أنت عندك سرديتين بيتناقشوا بيكرسوا لفكرة الصراع بين الشرق والغرب والصراع بين الشرق والغرب قرر الأفريقية ملعب رئيسي ليه النهاردة يعني لا يمكن أنك أنت تتصور أن الأزمة الروسية الأوكرانية بعيدة عن صراعات الشرق والغرب اللي روسيا بتتصدره في المشهد ألوات المتحدة الأمريكية تتصدره في المشهد الآخر على الأرض الأفريقية وفي روسيا وأوكرانيا في الصراع الروسي الأوكراني الأزمة الروسية الأوكرانية علشان نقدر نفهمها لها منطلقات وفقا لفهم الرئيس الروسي ولخلفياته ولتنشئته لحدود الأمن القومي الروسي وفي نفس الوقت هي بتنطلق من رؤية مضادة بتعول كثيرا على فكرة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى بتحاول أن تحد من النفوذ الروسي بتحاول أن تعتمد على ضم أكبر عدد من الدول لحلف الناتو بهدف حد انتشار الدورة الروسية وفي الأصل أنت بتتكلم على وقف لطريق الحرير أنت أوقفت مشروع طريق الحرير العابر للقرة الأوروبية عبر هذه الحرب أنت وقفت سكة من السكك بتاعته في نفس الوقت أنت عندك هذا الطريق يمر بالقرة الأفريقية ومزيد من الاضطرابات في القرة الأوروبية هذا أمر يمثل تهديد كبير لمستقبل هذا الحلم الكبير للرئيس الصيني شي جينبينج لما بتتكلم في هذا الإطار لازم نفهم المعسكر الشرقي سردية عاملة إزاي الأسس اللي بينطلق منها في التعامل مع هذه الأزمة شكلها إيه تبني الأفكار سياسية واقتصادية ومجتمعية وثقفية وعاقدية معينة في إدارة ملف هذا الصراع في مقابل سردية غربية لها نفس البنود ونفس الأطر في التعامل السرديتين أي منهم يلقى هوا في نفوس الشعوب ما بنتحدث عن المواقف الرسمية بس الشعوب شايفها إزاي في ميل كبير من الشعوب إلى الفرز الجيد لإفرازات هذه الأزمة إلى التطقيق الشديد جدا في نتائج هذه الأزمة خاصة أن أنت دولة تقصرت كتير جدا بارتدادات هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أنت دولة شعبها بيعاني كثيرا من تباع أزمات جائحة كورونا وتباع الأزمة الروسية الأوكرانية لما بتيجي تتكلم عن مجموعة العشرين وبيان يصدر عنها لا يحقق طموحات الدول الكبرى الغربية المتواجدة في قلب مجموعة العشرين مش بنكلم على انتصار في مقابل هديمة كما حاولت كما حاول الإعلام الغربي أن يصوره وكما حاولت مواقف بعض الدول وعلى رأسها أوكرانيا بالطبع أن تصوره لكن نحن بنتكلم عن رؤية راشيدة لمحاولة تبريد السطح الساخن يعني أنت مش من مصلحتك أن تستمر هناك خطاب متشدد أو خطاب يدين طرف على حساب طرف آخر لأنه قد يمثل تحديا للأطراف الأخرى زائد أنك لازم تراحي التوازنات في قلب مجموعة الدول العشرين هناك دول رئيسية حليفة لروسيا والصين وهم متوجدين على الأرض في قلب هذه المجموعة حجم التأثير كبير وحجم التأثير والرؤية واضحة بشأن عالم يتغير على الأرض ومن ثم لك أن تتخيل أنك في وسط كل هذه المتضادات المختلفة تقف دولتك موقفا سابتا متوازنا بين كل هذه الأطياف أنت عضو في البريكس أنت رايح تحضر قمة مجموعة العشرين ولكن تتمسك بخطابك المتوازن أنا شايف فيه تأثير كبير للدولة مصرية في صياغة هذا الخطاب يعني أنا أتصور أن خطاب مش بعيد كتير جدا عن المفردات المصرية في التعامل مع هذه الأزمة من منع التدخل العسكري أو عدم استخدام القوات العسكرية كأداة لحل الأزمات احترام مبادئ القانون الدولي واحترام قواعد منظمة الأمم المتحدة السياسة المصرية تجاه أي سراعة السياسة المصرية السابتة تجاه أي سراعة فده بيقول حتى لو لو ما فيش دور مصري ولكن بيقول أن الدولة المصرية تتبنى سياسات تتوافق مع الكثير من المواقف العقلة لرشدنة وإدارة أي ملف من الملفات الصراعية على مستوى العالم حب أتكلم كمان مع حضرتك عن يمكن التنمية الخضراء والتحديات المناخية ويمكن لو في خليني أقول شروط بقى خلاص النهاردة تقدر تحط شروط ملزمة أو لدى الدول المنتجة للكربون يعني النهاردة عايزين نحد من الإنبعاثات الكربونية بشكل كبير فهل هنقدر نشوف ده في القمة ولا لا لكن هننوح لفاصل سريع ومن بعده نرجع نكمل مع ضفنا الكريم الصحفي أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية خليكم معنا هلا بحضرتكم من جديد ولسه مكملين كلامنا مع الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ونتكلم عن القمة رقم 18 طبعا وقبل الفاصل يمكن نتكلمنا مع حضرتك عن التغير المناخي وعن التحديات والأزمات اللي يمكن بيواجهها العالم كله والنهاردة ما فيش دولة يمكن منفصلة في تحدياتها عن دولة أخرى فيه تحديات يمكن عالمية بيواجهها كل الدول ويمكن أزمة المناخية من أولويات يمكن أجندة القمة السنادي وحبين نعرف هل النهاردة فيه خطط يمكن لتعزيز التنمية الخضراء وتمويل خطط لمواجهة التحديات المناخية والتأثيرات يمكن اللي بيتعرض لها القارة الأفريقية هنا بيجي أهمية الرابط اللي لازم المواطن المصري يفهمه بين أدوار مختلفة بتلعبها الدولة المصرية على مدار تاريخها ومواقف بتأخذها دولته على مدار تاريخها وحصات ده في لقاءات على هذا المستوى من الأهمية زي لقاء مجموعة العشرين لما حضرتك بتتكلمي على المناخ والتغيرات المناخية لازم نقول أن الدولة المصرية من خلال رئاستها للقب اللي مستمرة لغاية دلوقتي لغاية ما تسلمه للإمارات العربية المتحدة الشقيقة في نوفمبر القادم إدرت من خلال المؤتمر السابق أنها ترثي مجموعة من القواعد اللي بتتوافق مع السياسة العادلة اللي مصر بتتكلم عليها مصر بتتكلم دايما وبتربط العدلة بكافة الملفات اللي بتتكلم عليها يعني عدلة سياسية عدلة اقتصادية النهاردة بتتكلم عن العدلة البيئي وإزاي أن الدولة مصرية عبر أجهزتها ومؤسساتها وبحسينها قدروا من خلال القابل اللي فات أن هما يقدموا للعالم الرؤية المصرية في إدارة بيئة عادلة وإزاي أن إحنا قدرنا نتقدم مراكز كبيرة جدا للحد اللي دفع الدولة المصرية أنها تقدم نفسها كمركز للهيدروجين الأخضر وإزاي الدولة المصرية بتتحدث عن تغير المناخ ونعكساته الدول المتضررة أكثر هي الدول الجنوب ومن ثم على الشمال المتقدم أن يتحمل مسؤولياته بعدالة وبإنصاف في إدارة هذا الملف من خلال المسؤولية المشتركة المتبينة زي ما قلنا أن العالم كله يقف على مستوى واحد من التهديد ومن المخاطر التي تتعلق بالتغيرات المناخية ويمكن إحنا بنشوف في الفصل الصيف الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية عانت من درجات حرارة لم تعرفها من قبل زي ما احنا عانينا بالضبط في الدولة المصرية من صيف ما شفناهوش قبل كده كل ده نتيجة تغيرات المناخ ونتيجة ما يحدث من اختلال في البيئة العالمية وده أمر بيتطلب توحيد الجهود العالمية إن احنا بنحط ده كسياسة مصرية وكمنظور مصري شامل ماه ده جزء من المنظور المصري الشامل اللي الدولة المصرية بحطته أمام القمة في إطار من عدالة المسؤولية مش ممكن يستمر هذا الوضع اللي احنا فيه بندفع ضريبة لكن لدينا موارد وإمكانيات وقدرات مش هنفضل ندفع الضريبة لوحدنا لازم أنت كدول متقدمة تدعم أنشطة البيئية اللي بتتم على أرضنا تدعم الحفاظ على البيئة في دولنا تدعم الحد من التهديد البيئي اللي بيصدر من الدول عندك علشان ما يستمرش هذا الإضرار بالبيئة العالمية مصر لما بتتكلم في الملف وده بتتكلم على وعي كامل عبر أبحاث مؤصلة وعبر أرقام أرقام رسمية بتقدر من خلالها تقول للعالم التهديدات جاية من هذه المساحة هذه الدول دفعت الضريبة على مدار سنوات طويلة ولكن هذه الدول تمارس الآن وفقا للتوافق اللي تم في الاتحاد الأفريقي تراعي سياسات بيئية تحافظ على البيئة وتحافظ على التنوع البيولوجي إذن من المطلوب دعم وتوفير الدعم اللازم لتنمية مثل هذه المشروعات وعلى رأسها بالطبع تمويل مشروع والوقوف بقوة خلف الطرح المصري بشأن تحويل مصري إلى مركز للطاقة العادلة اللي بنسميها الهيدروجين الأخضر طيب اهتمام دولي كبير جدا بالقرى الأفريقية خلال الفترة اللي فاتن وزي ما كنا نتكلم اهتمام من الواتن المتحدة الأمريكية من روسيا من الصين من كل الدول الأوروبية بالقرى الأفريقية ومبارح زي ما حضرتك شفتوا تبعت تمثيل القرى الأفريقية التحاد الأفريقي عضو دائم في مجموعة العشرين هل تتوقع نحن نشوف التحاد الأفريقي بيمثل القرى الأفريقية في هيئات ومؤسسات دولية أخرى خلال الفترة القادمة التحول الذي حدث في النظر إلى دول القرى الأفريقية ابتدى امتى يا سيد محمد ده أمر مهم جدا يعني طول عمر دول القرى الأفريقية موجودة وعضوة في كافة المنظمات وسنديق النقد ومنظمات الاقتصادية الدولية التحول الذي حدث حدث مع طرح الرؤية المصرية بشأن الاتحاد الأفريقي وحدث عندما حدث تحول مهم وجذري واستراتيجي استراتيجي يعني بيشمل كافة المناحية الإعلامية والسياسية والاقتصادية والرياضية إذا تعامل الدولة المصرية مع دول القرى الأفريقية وكيف تنظر الدولة المصرية إلى حضنها الأفريقي كحدا رئيسي للأمن القوم المصري وكيف تنظر مصر إلى موقعها وموقع الأشقاء الأفريقية لإدارة هذه المنظومة من المصلحة المشتركة للشعوب الأفريقية بهدف تحقيق التنمية المستدامة التحول ده حصل مع هذا الاقتراب المصري مع هذا الابروتش اللي الدولة المصرية عملته في التعامل مع دول القرى الأفريقية وبدأت مصر تطرح يعني موطول عمر الدول الأفريقية خلي بالك في يعني في لقاءات زي الفوكاك مثلا العلاقات الأفريقية الصينية كمتوقف لفترة طويلة جدا ولا يتمتع بالفعالية فعاليته ابتدت مع الدولة المصرية وتدخلها في هذا الملف أتكاد العلاقات مع الدولة اليابانية العلاقات الأفريقية مع الدولة اليابانية إمتى ابتدت فعاليته تظهر مع بدء التحرك المصر في هذه الدائرة طب إيه اللي سبق تأسيس هذه العلاقات التحرك المصري في اتجاه الشرق لأن استبقت مصر هذه خطوة مصر كان ما بنتكلم على ديبلوماسية مصرية ناشطة أنت بتتكلم عليها ناشطة في كافة المحافل من سنة 2014 فأنت بتتكلم على إعادة تأسيس العلاقات مع دول القرى الأفريقية في نفس الوقت اللي كانت مصر بتؤسس لعلاقات مختلفة مع دول الشرق قدرت مصر توظفها زي ما تكلمنا من خلال الفكاك من خلال التكاد لمصلحة دول القرى الأفريقية نفس الأمر الأفريقي قدرت مصر تحقق التقارب الأمريكي الأفريقي قدرت مصر تحقق التقارب الأوروبي الأفريقي ويمكن دايما يعني نحن نبارح كنا شايفين الاجتماع اللي تم بين مجموعة دول القرى الأفريقية ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي قمة المصغرة اللي تمت ومنذ قليل اللقاء يجمع بين فخامة رئيس عفتاح السيسي والمستشار الألماني لما بتتكلم على ده أنت هنا بتوظف المصالح المشتركة والمصالح السنائية المباشرة لخدمة القضايا الأفريقية ده الأمر المهم والأمر الفارق لطرح قضايا القرى الأفريقية بصورة عادلة على هذه المنظمات والمتدايات تزايد أهمية القرى الأفريقية بيبان في الصراح حول مواردها ومن ثم تواجد القرى الأفريقية بقوة في منظمات أخرى في المستقبل أمر مطروح بقوة وأمر ستمتلك إرادة اتخاذ القرار فيه الإرادة الأفريقية الموحدة وده اللي مصر قادرة تحققه وتديره بفعالية من خلال التنصيق مع دول الاتحاد الأفريقي ورئاستها المختلفة حتى هذه اللحظة عظيم سيد رئيس عبدالفتاح السيسي التقى اليوم مع المستشار الألماني أولف شولتس وذلك على أهمش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند وصرح المستشار أحمد فهمين متحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعمين شداء بتطور مصار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات وهو ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين على مدار السنوات الماضية طبعا أكد الطرفين التطلوة لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة البقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي وكمان استعرض الجانبين أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات لا سيما في قطاعات النائل والتصنيع والطاقة ده طبعا فضلا عن العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تترق كمان إلى استعراض سبل تنسيق الجهود بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ده طبعا إضافها إلى تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة في السودان وأيضا الأزمة الروسية الأوكرانية زي ما حد كنت تتكلم دلوقتي كل هذه اللقاءات من شأنها أن تنعكس على المشاكل والتحديات التي تواجه القرى الأفريقية بشكل عام خلينا نقف أستاذ محمد هنا ونتفهم بالتحديد دولتين في القرى الأوروبية ألمانيا وفرنسا دولتين شعرت بالتهديد الكبير من جراء هذه الأزمة الروسية الأوكرانية وده يمكن دفع نحو تحولات كبيرة جدا في السياسات الدفاعية في السياسات التمولية في تبني رؤى مختلفة الاستراتيجية مختلفة في المستقبل عسكريا دي دول ابتدت تشعر أن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة الأمريكية قد يضح فيه مأسك في المستقبل ده أمر مهم جدا لازم نحطه في الاعتبار ولازم نحطه في الاعتبار أن الدولتين دول كانوا دولتين مفتاحيتين في أتعامل مصر مع دول القرى الأوروبية الدولتين دول مصر قدرت من خلالهم يعني وقت المستشارة الألمانية ميركل وعبر الرئاستين المختلفتين للدولة الفرنسية مصر قدرت تعمق علاقتها مع الدولتين دول مع ألمانيا ومع فرنسا وقدرت ترجع للساحة الأوروبية من خلال الباب ده من خلال باب ألمانيا وفرنسا وبقوة دولتين محوريتين في القرى الأفريقية وفي الصراع في الشرق الأوسط بصفة عامة وحتى في التأثير والتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية ومن ثم لازم نحط كل هذه التشابكات في العلاقات على طاولة الفهم علشان نقدر نتفهم كيف تتحرك الدولة المصرية بفاعلية من خلال سياستها الخارجية النشيدة يعني نشوف دايما أن الرئيس عبد الفتاحي سيسي بتحرك على كافة الأوجه السياسية والدبلوماسية في كافة المحافل الدولية خليني أقول اللقاءات يفجر نظر حضرتك هتسهم في ازدهار وتطوير سياسات فعالة يمكن لتحقيق تنمية مستدامة بين الشعوب وخليني أقول رفاهية بين الشعوب وسواء على الصعيد الثقافي خليني أقول والأهم طبعا الاقتصادي والسياسي يعني زي ما قلنا لقاءات صنعية ولقاءات متعددة الأطراف بتجمع الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشركاء في هذا الاجتماع المهم لقمة دول مجموعة العشرين الثمنتاشر لكن الأهم كيف تتحرك الدولة مصرية وما هي القضايا التي تتبنيها وترحتها من خلال النقاشات المختلفة مصر بتؤكد أن لديها خطة للتنمية المستدامة عشرين ثلاثين عشرين خمسين وأن نفس هذه خطة متواجدة لدى الاتحاد الأفريقي ودول القرى الأفريقية ومن ثم ينبغي التعامل بجدية مع متطلبات التنمية لهذه الدول مرعاة العدالة ومرعاة الإنصاف في التعامل مع الاستقرار المالي والاستقرار التمويني لتنمية هذه المشروعات التنموية الأهم مواجهة التحديات الأفريقية في قضية الغزاء في قضية العلاج في قضية الصحة في القضايا الفاعلة اقتصاديا واكتبعيا اللي بتؤثر على الشعوب وإدراكها لدولها وإدراكها لوطنة وإدراكها لقدرتها ومن ثم على العالم لاستماع إلى هذا الصوت العادل ومصر تؤخر جهدا من أجل البحث عن حلول رشيدة وتقديم الصورة الأمثل امتسالا لقواعد القانون الدولي الإنسانية والأخلاقية والمبادئ المنظمة لذلك في عمل الدول على الصعيد العالمي يعني بنشكرك طبعا الكاتب بالصحفي أحباد ناجي أمحر رئيس تحليل مجلة السياسة الدولية على وجود حضرتك معنا وعلى تحليلك يمكن لفعاليات القمة رقم 18 لمجموعة العشرين نشكر حضرتك دايما على وجودك شكرا أستاذ محمد شكرا